جماعة، تقريباً أنتم أكيد عارفين بهذا الهبوط الكبير في البيتكوين فاليوم في هذا الفيديو راح أوريكم استراتيجيتي راح أقول لكم إيش اللي أعمل أنا الآن حالياً والتعديلات اللي اتخذتها في تداولي واستراتيجياتي بشكل عام راح أحضركم للأشياء القادمة لأنه إذا فكرت إنك تقدر خلاص ترتاح الآن فيؤسفني إن أقول لك لا لأنه في خلال فقط سبع أيام راح يكون في حدث كبير آخر راح يكون كمان أكبر من الحدث اللي حصل أمس فلازم تحضروا لهذا الشيء علشان تكونوا مستعدين وعلى التطلاع وتعرفوا كيف تتصرفوا في محافظكم مرحباً بكم مرة أخرى اسم منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت جديد على هذه القناة سووا سبسكرايب وفاعل الجرس الآن طيب وشوفنا يا جماعة كيف كان حركات أو تقلبات أمس كانت كبيرة جداً ولكن الشيء الجيد في كل هذه الأشياء هنا إنه هذه الحركة أو هذا التحرك الآن قاعد لسه يحترم مستويات الدعم والمقاومة تبعي هنا بشكل كبير جداً وزي ما أنتم عارفين إنه هذا المستوى هنا دائماً راح يكون مستوى مقاومة قوي جداً فلازم يكون حذرين هنا عند هذه المنطقة نعم دخلت هنا في صفقة أمس عند هذا المستوى وعملت مستوى وقف الخسارة عند منطقة قريبة جداً كانت هنا عند حافة الخط لأنه إحنا كنا عارفين إنه في تقلبات كبيرة راح تحصل والشيء الجيد إنه إحنا أنقذنا نفسنا وأنقذت نفسي من كل هذا الهبوط اللي حصل هنا باستخدام وقف الخسارة القريب جداً هذا هنا طيب ولكن إيش اللي ممكن نعمله الآن زي ما أنتم عارفين جماعة هنا زي ما تشوفوا إنه البيتكوين لسه قاعد يحترم مستوى الدعم والمقاومة هنا بشكل جيد وحتى كمان هذا المستوى الصغير هنا صحيح رغم إنه الشكل هنا الآن على الفريم اليومي يبدو كأنه اخترق هذا المستوى بشكل يعني بدون أي مقاومة ولكن إذا رحنا على فريم صغير يعني مثلاً على فريم الخمس دقائق رح نقدر نشوف إنه هذا المستوى هنا مثل مستوى الدعم شوية وبعدين هبطنا هنا للأسفل ولكن بكل تأكيد هنا المستوى أو الخط البني اللي بعد الخط البني هنا عند 22 ألف دولار حافة الخط البني هنا عند 20 ألف دولار مستوى دعم قوي جداً طيب فاستراتيجية التداول الآن راح تكون هي نفسها يا جماعة اللي قاعدين نستخدمها في الأشهر الماضية والاستراتيجية هي إنه نتوقع تقلبات كبيرة وحركات كبيرة هنا للأعلى والأسفل في البيتكوين فهذه هي الاستراتيجية اللي نتبعها لتداول هنا من عند هذه المستويات عند مستوى الدعم القوي هذا هنا وكمان مستوى المقاومة في الأعلى هنا فنشوف إنه البيتكوين يميل إنه يتداول داخل عدة نطاقات نشوف هنا مثلاً إنه حصلنا على دعم من عند هذا المستوى في هذا النطاق بعد كده حصلنا على هذا المستوى هنا كدعم بعد كده اتجهنا للأعلى فتقدروا، تشوفوا، كيف إلبيتـكون يحترم هذه المستويات وهنا في هذا المنطقة هو hollow وحصلنا بالمست olması على الإنطاقات نشتري، مثلا، هنا مستوى الداعم ونأخذ أيضًا الأرباح في الطريق الأعلى وكمان ندخل بيع من عند هذه المستوات المقاومة هنا في الأعلى فهذه هي الاستراتيجية اللي اعتقد انها راح تكون ناجحة الآن من ناحية الربح المخاطرة في الوقت الحالي لانه هنا كان في عندنا فترة بوليش حصلنا على هذا الارتفاع كان في عندنا زخم بوليش ما في اي انكار من هذا الشيء ولكن هذه الشمعة الحمراء هنا الكبيرة حذفت كل هذا الشيء فاللي اتوقع انا في المستقبل القريب او في الايام القادمة انه راح نمشي بشكل جانبي هنا وكمان نتجه للأسفل ولكن بالنسبة للمدى المتوسط والمدى الطويل فاعتقد انه الاشياء لسه جيدة وكمان في عندنا عدة مؤشرات واتشارتات تقولنا انه قد وصلنا للقاع فلسه اعتقد انه على المدى الطويل الامور لسه شكلها جيدة واعتقد انه فرصة تداول التنصيف اللي تكلمت عنها في السابق لسه تعتبر صفقة جيدة ولازم نحضر نفسنا سنة قبل التنصيف فاكيد لسه في عندنا وقت كافي ان نعمل هذا الشيء ممكن نخلي السوق يعمل اللي يعمله في خلال الاشهر القليل القادمة الى ان نبدأ ان نجهز نفسنا وندخل في صفقة التنصيف هذه اللي اعتقد انها راح تكون مربحة جدا واذا انت لسه مش عارف ايش هذه الصفقة فاتأكد انك تشوف فيديوهاتي السابقة ولكن اكيد راح اقليكم على اطلاع في المستقبل لما نتكلم عن هذه الصفقة او اذا في اي تحديث من ناحية هذه الصفقة فاتأكدوا انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس الان عشان تكونوا على اطلاع بكل جديد طيب بشكل عام هنا نقدر نشوف انه على الفريم اليومي لسه في عندنا هذا الـ trend line ولسه في عندنا دعم هنا من عند هذا الـ trend line عند مستوى تقريبا 18 ألف دولار صحيح احنا الان لسه بعيدين من عند هذا المستوى ولكن فقط حبيت اني اوريكم هذا الـ trend line فقط يعني في حالة انه حصلنا على هبوط كبير هنا في البيتكوين فراح يكون هذا مستوى دعم طيب هنا كمان على مؤشر الـ RSI نقدر نشوف انه حصلنا على رفض من خط المقاومة من هذه التشكيلة هنا على مؤشر الـ RSI الثاني لانه تكلمنا على الرفض الاول اللي حصل من عند هذا الـ trend line هنا في شهر مارس 2020 وهذا هو الرفض الثاني الان اللي تكلمنا عنه في شهر سبتمبر فراح نظل مراقبين هذا الشي جماعة وبالنسبة للأسواق التقليدية فالأسواق التقليدية كمان تحترم مستوى الدعم والمقاومة تبع هنا بشكل جيد جدا بوم وهنا حصلنا على مقاومة من عند هذا المستوى وبعدين حصلنا على هبوط ودعم من عند هذا المستوى مرة أخرى فأكيد يعني بكل وضوح إذا أنت متداول وتحب تداول في الأسواق التقليدية فأكيد تقدر إنك تتابع خطوط الدعم والمقاومة هذه هنا لأنها بكل وضوح هنا تعتبر مستويات مهمة جدا في الأسواق التقليدية طيب الآن في خلال فقط عدة أيام راح يكون في اجتماع الـ FOMC ففي هذا الحدث أو في هذا اليوم راح يعلنوا عن الخطوة القادمة اللي راح يتخذوها هذا الشيء راح يحصل في خلال سبع أيام والآن في ناس أو السوق متوقع أنه راح نحصل على ارتفاع معدل الفائدة بنسبة 1% أن الكمية أو الناس اللي توقعوا هذا الشيء نسبة 83% و62% يتوقعوا أنه ارتفاع معدل الفائدة راح يكون بنسبة 0.75% فهذه يا جماعة الآن تعتبر نسب عالية جدا وأكيد راح يكون لها تأثير على السوق فلازم الآن كمان نكون منتبهين لمعدل تضخم حاليا الآن معدل تضخم بنسبة 8.3% والكور انفليشن 6.3% فاللي عايزين نشوفه عايزين نبدأ أن نشوف هذه النسبة أو هذه المعدلات تقل اللي كنتم توقعوا عمس أنه هذه المعدلات راح تكون أقل ولكن ما حصل هذا الشيء فهذا الشيء يقودني إلى أنه الفيدرال الأمريكي بالفعل راح يتخذوا إجراءات أكثر سرامة وممكن كمان أنه يرفعوا المعدل بنسبة 1% فحاليا الوضع يعتبر مغلق شوية وزي ما قلت أنه في الأيام والأشهر القادمة أعتقد أنه التداول من مستوات الدعم والمقامة هذه هنا يعتبر شيء منطقي وهذا بالطبع لأنه الآن ما نقدر نحدد فين الاتجاه بالضبط لأنه حتى البوليشنس حتى الزخم هذا اللي حصلنا عليه وهذا الارتفاع إلى هذا المستوى عند 22.500 دولار يعتبر غير أكيد فخلونا نستنى ونشوف إيش الفيدرال اللي راح يعملو خلونا نشوف إيش اللي راح يتخذوه هنا في خلال سبعة أيام وبعدها راح نقيم السوق بعد كده ولكن كمان في عندنا هنا الإيثيريوم مرج دمج الإيثيريوم وهذا الشيء راح يحصل في أقل من يوم فللأسف هذا يعتبر وقت غير جيد لدمج الإيثيريوم ولكن بغض النظر راح نراقب هذا الشيء هنا هذا يعتبر الشيء بوليش جدا شيء إيجابي جدا هنا للإيثيريوم على المدى الطويل وأكيد جماعة إذا عايزين تبدأوا تداول فتقدروا أنكم تستخدموا هذه الروابط وهذه البنصات الموجودة تحت في صندوق الوصف هذا كان كل شيء عندكم اليوم يا جماعة بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم